جداً أنا شجيع السيمة ده صوت صلاح جهيني المناسب أبوش أنا بريم المناسبة الشيخ سيد مكاوي هو اللي سعى صلاح جهيني دور عليه بعد ما سمع الصورة الغنائية بتاعت سوق بلدنا قال أنا عايز الشاعر ده في ريحة بيرام وريحة بديا خيري أنا عايزه وسعى لي وفعلاً بقى في بينهم شراكة يعني عملوا في حرب 56 هنحارب وعملوا الليلة كبيرة وأنا هنا يا ابن الحلال عملوا يعني كتير يعني طيب بما إنه بقى يعني أنا كم زالي مفاجأة إنه صلاح جهين وبلغ حمدي إخوات في الرضاعة شكل العلاقة استمرت إزاي في إطار إنهم إخوات في الرضاعة ورفاق ولا يمكن أن ننسى برضو وده مهم شرح العلاقة ما بين صلاح جهين وما بين سعاد حسني أكيد أكيد هو في حاجة غريبة جداً في علاقة صلاح جهين وبلغ حمدي إنه كان مفروض يبقى فيه مش هقول شراكة يعني يعني يبقى فيه هو لقى نفسه في سيد مكاوي بس يبقى فيه تعاون أكتر من اللي حصل يعني هو أفتكر أول غنوة عملوها سوى كانت إنزاريا استعمار كانت في بداية حرب سبعة وستين كتبها صلاح جهين وبلغ حمدي وغنها عبد الحليم حافظ أغنية قصيرة مدتها ديئتين تقريباً بعد كده في السبعينات عملوا أغنية أو اتنين في عودة الإبن بضال فيلم عبد الابن بضال مكدر رومي المخرج جيسف شهين الشارع لنا إحنا الوحدنا الشارع لين الناس التانيين دول مش مننا لآخره يعني صح سعاد هو يعرفها من بداية الستينات فيلم من غير معاد اللي هو شارك في بطلته كان هو بيحب أختها الفنانة خيرية أحمد وكان خطيب أختها في فيلم الزوجة التانية تقريباً هو اللي عمل مشهد الأرجوز كتبه أنا بتكلم عن علاقتهم مهنياً يعني شخصياً ما كانش فيه تقارب وقتها سنة 71 سعاد حصني راحت موسكو طارت فيلم الناس والنيل كان فيه مهرجان في موسكو وعرفت أن صلاح جهين بيتعالج هناك من الاكتئاب وأثار النفسية للهزيمة للنكسة فراحت زرته في المستشفى وفيه صور جميلة بتجمعهم بالألوان في حديقة المستشفى دي رجع 72 قرر ينتج أو يشارك في إنتاج فيلمي طبعاً وكان التكفر أنتونيان اللي أنتاجه بعدين كان هينتجه لزوجته منقطان اللي هو خلي بالك منزوزه اللي اتفق عليه مع المخرج حسن طبعاً فلما تم استبعاد مونة الطان اترشحت سعاد حسن من هنا بدأت العلاقة وكانوا هم السبب أن كمال الطويل السنائي ده يعني صلاح جهين وسعاد أن يرجعوا كمال الطويل يرجع يلحن تاني كان اعتزل من سنة 67 التلحين يعني 67 تلحين وطني آخر أغنية وعطفية لحانها كانت 65 أغنيتين كانت بلاش الأيتاب لكملها بعدين والشوء والحب والنجاة هي اللي رجعته يغني لأنه كان يلتقت بيه مرة ووعدها أنه يلحلها فقبلته في إشارة مروف في الزمالك قالت له مش أنت وعطيني أستاذ كمال تعمل لغنوة قال لها فقالت طب خلاص أنا قلت الأستاذ صلاح هو كاتبها فاتصلوا بيه ورحلوه معامل يا وديتي من هنا بدأت الشراكة بينه وبين سعاد النجاح الصاحق اللي حققوا الفيلم شجاهم أنه هم يستمروا في الشراكة الفنية دي الفيلم قاعد يطارد سنة وأسبوعين تقريباً 54 أسبوع كملوا بقى في أميرة حبي أنا وكملوا في المتوحشة وشفيقة ومتولي حتى هو وهي وكان بالنسبة لها يعني مستشار وعراب وأب يعني ما تقدرش تخطو خطوة في أي حاجة غير ما تاخد رأيه وتستشيره كان بيكتب لها أغاني بتطلبها تحديداً يعني فكرة أغنية بانو بانو هي اللي طلبتها طلبت أغنية بالمعنى ده هي اللي طلبت المعنى هي طلبت سيدة مونة قطان حكت القصة دي وهو برضو مذهل طيب برضو هذا الرجل المذهل اللي بيجي على زهن عبقري زهن والغريبة أنهم الاثنين ماتوا برضو بالاكتئاب يعني في النهاية اكتئبوا حتى الموت هو غالباً العبقرية تدفع للاكتئاب يعني أنا كنت تسمع أنه حتى الأستاذ بريق حمد الله رحمه رب كان عنده نوبات اكتئابية من أن إلى آخر وعشان كده دبعاً حتى حكنا في الفصل أنه هذا الرجل مغبون الحق دائماً يعني وعبقري وده برضو يعني هو كل العبقرة كده الحمد لله الذي لم يخلقني عبقريات طب هنا يجي بقى علشان احنا تكلمنا عن خليل والماثباء أنا آسف هو غنى مع سعاد كمان في فيلم خليه بالك من زوزو آخر غنوة في الفيلم استنى استنى في ناس تعرفهم جداً عايزينك هو بيقول لها أنت رايحة على فين فبتقول له معلش أنا رايحة عندي محاضرتين فبيقول لها أوكي ده صوته هو بس طبعاً جابه حد يعمل الدبلاج يعني طالب يعني من الجامعة